شوفوا الأمريكان بيضربوا في العراق وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق بيضربوا في اليمن وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق بيضربوا أو بالأدق بيهددوا جنوب لبنان عن طريق طبعا يدهم الأكثر شراسة لو كانوا صهيوني علشان تضرب لبنان وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق طبعا بالإضافة للمدابح التي تقترف داخل الأراضي الفلسطينية ومش بس هقولك في غزة ولكن أيضا عند الضفة الغربية السؤال وإحنا بنسمح لهم بدا ليه ما هو شوف الموقف المصري مما لا شك فيه موقف عظيم تاريخيا وحتى هذه اللحظة وهيظل كده والحقيقة إنه بيان الخارجية السعودية بيان محترم وقوي جدا وبيان السعودية يساعد الموقف المصري والموقف المصري يساعد الموقف العربي بشكل عام تاني لازم تتحد إرادات إحنا مش هنقف نتفرج والعالم العربي بيتضرب في أكثر من بقعة مش صح الأمريكان بيفهموا لغتين يا قوة يا مصلح طيب تعالي نحط لغة القوة على جنبي دلوقتي تماما ركز معايا في لغة المصلحة المصالح الأمريكية جوة المنطقة زائد المصالح الأمريكية هناك نحن كعرب لدينا كلنا بدون استثناء لدينا استثمارات كبيرة جدا مع الولايات المتحدة نستطيع التلويح بتجميدها جدا وهيخافه لدى الأمريكان استثمارات عندنا هنا في المنطقة نستطيع أيضا التلويح بالتجميد أو التعليق استخدم المصطلح اللي انت عايزه وبرضه هيخافه الأمريكان ما يعرفوش غير حاجتين دول كاوبويز يا القوة يا المصالح إيه اللي في إيدنا وهو الحل للأسلام المصالح لماذا لا نستخدم لغة المصلحة مع الأمريكان والله العظيم لحد دلوقتي أنا ما قدر استوعب مع إنه في إيدنا طيب كل اللي حصل في المنطقة ده كوم ومحاولة الدفع بالفلسطينيين للدخول لسينة كوم تاني ما حدث هو اشتعال المنطقة حتى هذه اللحظة اشتعال بقر الصراع كما وصفها في قامة الرئيس اتساع دائرة الصراع لكن لو إذا افترضنا إن الصهينا اتجننوا لدرجة الدفع الفعلي بالفلسطينيين للحدود المصرية هيفجروا المنطقة بالكامل وأمريكا مش هتنفعهم في حاجة ولا هم هينفعوا الأمريكان في حاجة